في إطار التبادل الثقافي والفني الهادف إلى تسخير الفن خدمة للقضايا العامة نفذ رسامان هولنديا جدارية في عمان ترمز للتعاون بين الأردن وهولندا جدارية ضخمة تزين مباني أحد شوارع العاصمة عمان تروي قصة تعاون وتبادل ثقافي مع هولندا التي احتضنت جدارية أخرى تعرف بالزي التقليدي للأردن وفلسطين هذا المشروع يقوم بتسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية وطبعا على الزراعة والأهمية والماء التي تساعد بلد هولندا فيها الرسمة بشكل أساسي هي عبارة عن امرأة فلاحة ترتدي لباس واللباسات مستوحة من مناطق مختلفة من منطقتنا العربية وجزء منها برضو من الأردن ومن فلسطين ومن سوريا هنا يخرج الرسام الهولندي كاسبر وزميله من علبة الألوان سر العمل على جدار مبنان في جبل عمان فتتجلى على مرأة الجميع صورة فريدة نحن هنا في عمان في جوردن للمزيز المصدرية من يجبناها إنها من أجل من المزيز المصدرية في جوردن أذهب إلى ندرلند لتحرق المصدر ودج رسالي أذهب إلى جوردن إلى عمان لتحرق المصدر ومصدر كل المصدر معاقات المصدرية بين جوردن وندرلند يرى الكثيرون أن هذا العمل يبعث برسالة بأن الفن هو وسيلة للتغيير وليست للتعبير فقط وأن الفن أيضا وسيلة للحوار الحسي بين المجتمعات منذ القدم وحتى يومنا هذا فمن خلاله يستطيع الفرد إيصال رسالته متجاوزا حدود اللغات